اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان المفاوض المصري وزملائي في وزارة التعاون الدولي يبدلون كل الجهد المخلص والمتجرد حتى نحصل على افضل شروط ممكنة لتدعم المشروعات التنموية التي هي في الواقع تكافل بين الاجيال لاننا نحن حاليا ايضا مسدد قروضا كان من سبقنا في الحكومات السابقة على مدى عقود طويلة يقتردونها لمشروعات تنموية في البنية التحتية في مجالات مختلفة اشتركوا في القناة تدعم كل مليم حصلت عليه جمهورية مصر العربية من العالم الخارجي واين ذهب وهو اي مشروع اما فيما يتعلق بالجزء الخاص بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فلقد اشار السيد العضو الى جزء منه ولم يشر الى الجزء الاخر لان السيد جودة المالت السيد المستشار جودة المالت الذي كان يرأس جهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت كان يقول دائما عندما يتحدث عن السلبيات التي تواجه تنفيذ القروض والمنح كان يقول دائما ان هذه ليست مسؤولية وزارة التعاون الدولي نحن نوفر التمويل للجهات المسؤولة ولكن الجهات المنفسة هي التي تتولى هذه المتابعة وانا اقول هنا مرة اخرى انه في القروض التي يتم الحصول عليها لا يمكن ان تكون هناك مخالفات الا في حالات ربما بطء المسحوب من القروض لان هذه تكون بالبداية عملية المشروع نفسه يكون في بداية عمله فبالتالي في الطبيعة وفي كل دول العالم يكون بداية المسحوب بطيئا ثم تتصارع وطيرة السحب وايضا لا يمكن ان يكون فيها اي فساد او اي شبهة فساد لان الجهة الاجنبية المؤسسة التمويل الاقليمية او الدولية التي نقترت منها تتابع تنفيذ ذلك معنا ربما هناك وانا اول من كان يشهد انه ربما هناك بعض الصعوبات بالنسبة للمنح ووضعنا قواعد لهذه المنح سيد الرئيس لسيد العضو الموقر ان يرى ان يقول ما يشاء فيما يتعلق ببقاء وزير في الحكومة او غير بقاءه وهذه سلطة السلطة العليا في البلاد انا في حياتي لم اسعى الى منصب في حياتي والتي تمتلك الى مدى خمسة وثلاثين سنة لم اسعى الى منصب ولكن ولكن سيد الرئيس اعتقد ان هناك ايضا اسلوبا للتعامل بين المجلس الموقر سيدك اقريده سيدك اشربت اليه وايضا انا ارفض كوزيرة في الحكومة ان تتهم الحكومة بخيانة الوطن فارجو لم يتهم احد الحكومة بالخيانة ولكن سكرك الحديث سيد الرئيس ان هذه الفكورة تخون الوطن وانا اربع باي عضو موقر في هذا المجلس الموقر ان يتهم الحكومة بخيانة الوطن شكرا سيد الرئيس